نروح بقى لمواجهة بكرة ان شاء الله مواجهة المغرب اولا هكرر الكلام اللي انا قلتم بارح لو تسمحوا واقولكم ان هي مواجهة صعبة جدا علينا وعلى المغرب عشان التموح واحد والهدف واحد احنا الاتنين هدفنا كبير جدا انها هناخد البرونزية هتقول لي مع اي منتخب كنا على اللعب وهيبقى هدف وياخد البرونزية لا تختلف يعني مثلا لو لعبت المنتخب الاسباني على التالت والرابع عادة المنتخبات في اوروبا عادة يعني الكبيرة تحديدا ما يشغلوش قوي موضوع ااخد ميداليا شرفية برونزية ولا حاجة انا ااخد دهب يا بلاش مش ااخد الدهب الحماس يقل شوي فتبقى الدنيا كايد هتبقى اسهل لنا شوي لكن المغرب بنفس الحماس بنفس الروح بنفس الشغف بنفس الرغبة داخلين ياخدوا البرونزية فعايزين بكرة رجالة من حديد ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله يعني روجيرو ميكالي قبل مواجهة المغرب كان له تصريحات مهمة قال انها هتكون مباراة صعبة ضد المغرب لكن علينا تغلب على ذلك ومحاولة الفوز لان ده هيكون بمثابة ميداليا مهمة جدا لنا قال هيكون من دواعي سروري الكبير الفوز بميداليا اخرى مع بلد اخر اولا الزهبية مع البرازيل في اولمبيات ريو 2016 والان سأقاتل على البرونزية مع مصر سيكون ذلك فخرا وسنقاتل من اجل الزفر به دي كانت تصريحات روجيرو ميكالي قبل مواجهة المنتخب المغربي اما المنتخب المغربي ومدير الفن طارق السكتيوي فكان لها ايضا تصريحات مهمة قبل مواجهة مصر تعالى اولهلك قالك كان عندنا دوافع كبيرة للعب في النهائي لكن القدر تدخل وبسبب تفاصيل صغيرة خسرنا المباراة قال يجب ان نغير عقليتنا سريعا لانه لدينا مباراة مقبلة قريبة وميداليا يتعين علينا الفوز بها خاصة ان منتخب مصر خصم عنيد والمواجهات امامه هتكون دائما صعبة طيب